في صيح مسلم وانتهى السند إلى الأسود ابن يزيد رحمه الله أنه قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهم يضحكون وهي بمينة فقالت رضي الله عنها لما تضحكون فقالوا خر رجل على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب فقالت رضي الله عنها لا تضحكوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة هذا الحديث لنا معه بعض الوقفات الوقفة الثانية أنه جاء في مسند الإمام أحمد في روايته كما ثبت أنه قال اعتلج ناس يعني تصارعوا فيما بينهم اعتلج ناس فأصاب طنب الفسطاط عين رجل فدل هذا على أن عينه هي التي أصيبت وأن سبب هذه الإصابة هو ما حصل بينهم من مصارعة يعني من إسقاط الإنسان على الأرض والطنب ويصح بالإسكان طنب وهو الحبل الذي يشد به الفسطاط ويصح الفسطاط بالكسر وهو ما يشبه عندنا بالخيمة فهذا الطنب خر عليه الرجل وأصابه هذا الطنب فأصاب عينه فضحكوا فدخلوا على عائشة رضي الله عنها فذكرت لهم هذا الحديث